الأصول الأربعمائة الله على جمل ينزل إلى عرفة ثم يصعد ويهمل كربلاء أولاً التجسيم الأسوأ والأفحش ثابت في الأصول الأربعمائة المزعومة المفقودة الضائعة كما في أصل زيد النرسي كتاب زيد النرسي ثانياً إذا كان الله سبحانه وتعالى عما يزعمون ينزل إلى الأرض في يوم عرفة ويكون مع حجاج بيت الله في عرفة ولا يلتفت إلى كربلاء وزوارها ولا إلى زوار الحسين عليه السلام في أي مكان فقد أهمل الله كربلاء وزوارها كما أهمل زوار الحسين عليه السلام في كل مكان ثالثاً وكل ذلك بحسب كلام وشهادة الإمام الصادق عليه السلام الثابت في رواية كتاب وأصل زيد النرسي أحد الأصول الأربعمائة رابعاً عليه يثبت يقيناً جزماً أكيداً بطلان الروايات التي تزعم أن الله يفضل زوار قبر الحسين عليه السلام على زوار بيت الله الواقفين في عرفة وأنه سبحانه ينظر إلى زوار قبر الحسين عليه السلام قبل الواقفين في عرفة كما يثبت أيضاً بطلان كل ما يزعمون من زيارات وضغوس في كربلاء ومن هنا يتأكد أيضاً بطلان كل الروايات التي تزعم توضيل كربلاء على باقي البقاع مذهب الترقية علي مع الحسين عليه السلام من الجنة إلى الحفرة الله تعالى نازل صاعد القومي ابن قولوي في كامل الزيارات عن البصري القصري قال دخلت المدينة فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فقلت جعلت في ذاك أتيتك ولم أزر قبر أمير المؤمنين عليه السلام قال عليه السلام بئس ما صنعت لولا أنك من شيعتنا ما نظرت إليك ألا تزور من يزوره الله تعالى مع الملائكة ويزوره الأنبياء مع المؤمنين قلت جعلت في ذاك ما علمت ذلك قال عليه السلام اعلم إن أمير المؤمنين عليه السلام أفضل عند الله من الأئمة كلهم وله ثواب أعمالهم وعلى قدر أعمالهم فضلوا أساتذتنا السستاني والمراجع أجيبوا استفهامات التجسيم والخرافة بصدق وعلم وبصراحة ووضوح وبدون ترقيح وتدليس وتلبيس وادفعوا فتنة راث التجسيم والقبورية والخرافة وإلا فالوزر كله عليكم الله يهبط مع الملائكة والأنبياء لزيارة القبر هل أضاع الحسين؟ في كامل الزيارات ابن قولويه القومي يروي عن صفان الجمال أنه قال لما أتى أبو عبد الله الصادق عليه السلام الحيرة قال عليه السلام لي هل لك في قبر الحسين عليه السلام؟ قلت وتزوره جعلت في ذاك قال عليه السلام وكيف لا أزوره؟ والله يزوره في كل ليلة جمعة يهبط مع الملائكة إليه والأنبياء والأوصية ومحمد أفضل الأنبياء ونحن أفضل الأوصية قلت جعلت في ذاك فتزوره في كل جمعة حتى تدرك زيارة الرب قال عليه السلام نعم يا صفوان إلزم ذلك يكتب لك زيارة قبر الحسين عليه السلام وذلك تفضيل وذلك تفضيل تجسيم أسطوري قبوري فاق كل تجسيم الله يخاصر المؤمن والمؤمن يخاصر الله فيضع أحدهما يده على خصر الآخر ويتناجي أن كم سينتظر العبد حتى يأتيه الدور للتخاصر مع الله أو سيخلق الله لنفسه نسخا طبق الأصل بعدد المؤمنين فيتخاصر كل إله مع عبد مؤمن يقينا يبطل تفضيل كربلاء وكل زيارة وضقوس التجسيم الأسوأ والأفحش ثابت في الأصول الأربعمائة كأصل زيدن النرسي المرجع المهندس الصرخي الحسنية